اشتركوا في القناة بعنوان برج جامع الكتوبية لان شيرشيل كان منبهر بمراكش وبعدين بعدها مباشرة في يناير حصل مؤتمر اسم مؤتمر أنفا في الضر البيضاء كانت الحرب العالمية التانية على أوجه فاجتمع الدول الحلفاء لوضع خطة محكمة لهزيمة ألمانيا لان ألمانيا في الوقت ده كانت اجتاحت أوروبا كاملة اللي حضر المؤتمر ده أسماء تخض في التاريخ شيرشيل روزفيلد شارل دي جول هنري جيرو قائد القوات الفرنسية السلطان محمد الخامس الملك الحسن الثاني وكان في وعد من فرنسا في هذا المؤتمر أن إذا انتصر الدول الحلفاء سوف تمنح المغرب استقلالها وكان في رمزية لأن المؤتمر ده يكون في المغرب بالتحديد لأن المغرب أول دولة في العالم اعترفت بسيادة واستقلال الولايات المتحدة الأمريكية ووضعوا خطة لهزيمة ألمانيا برمج يعني الخطة دي بين قصين كده مصطلح اتعرف في التاريخ اسمه الاستسلام غير المشروط عملوا خطة أن هما يغزوا أوروبا أن أمريكا تغزوا أوروبا من ناحية تونس وتدخل سقلية وأن هما يدعموا استلين في موقعة ستيلنجراد طب إي علاقة ده باللوحة ما احنا جايين في الكلام هو علاقة ده باللوحة بعد ما خلص الاجتماع ده روزفيلد عايز يطير على أمريكا فتشيرش رجال له استنى يا عم ده انت لو مزورتش مراكش تبه مزورتش المغرب لازم تشوف منظر الغروب في مراكش فوق جبال الأطلس فخد تشيرشل خد روزفيلد ورحه مراكش فشاف المنظر ده بديع جدا فانبهر به فتشيرشل جال له روزفيلد أنا رسمت المنظر ده في اللوحة فشاف اللوحة عاجبته جدا أهداها تشيرشل له روزفيلد روزفيلد مات سنة 1945 خدوا الورثة أخدوا اللوحة ظهر أن ابن روزفيلد كان صايع شوية وما كانش ليه في الفن والتراس والحيات العظيمة دي فباع اللوحة باع اللوحة للناس بتحول يوت فضلت اللوحة تتنقل من إيد لإيد لإيد لحد ما وصلت سنة 2011 لبراد بيت النجم العالمي المشهور براد بيت كان دايف في دبديد مين؟ أنجلينا جولي كان بيحب أنجلينا جولي وتجوّسها فأهداها اللوحة دي فاتطلّجوا سنة 2016 فقالت اللوحة لمين؟ لأنجلينا جولي فأنجلينا جولي هتعرض اللوحة دي في مؤتمر في مزاة اسمه مزاة كريستيز للفن البريطاني والغريبة أنها تعرضها في مارس اللي احنا فيه دواتي عشرين واحد وعشرين طبعا أتمنى اللوحة العظيمة دي اللي تمنها بيقدر من اتنين مليون إلى تلاتة مليون ونص دولار أتمنى أني حد من الفنانين أو حد من رجال الأعمال اشتري اللوحة دي ويرجحها المغرب لأنها تعتبر كنزة هتجذب مزيد من سياح العالم دي حكاية اللوحة المسيرة الغريبة الفنية المغربية برج جامع الفناء اللي رسامها اتشيرشل عظيم ملحظة أخيرة على اتشيرشل اتشيرشل هو الذي قاد بريطانيا في الانتصار على ألمانيا في الحرب العالمية التامية اتشيرشل كان فنان ورسام الأغرب من كده أنه هو السياسي الوحيد في العالم الذي حصل على جائزة نوبل للأداب سنة 1953 السلام عليكم اشتركوا في القناة